اشتركوا في القناة ونطلع عن العناصر الامنية المعينة على مستوى السد القضائي بمدخل مدينة مراكوش بطريق البيضاء تأمكنت في اطار عملية المراقبة لمركبات النقل العمومي من ايقاف شخص من ذوي السوابق العدلية من علامة حافلة قادمة من احدى مدن الشمال متحوزا ضمن حقيبته على 86 حبة مهلوسة من نوع اكستر هذا وبعد استفاءة الاجراءة الولية من قبل الدائرة 16 تمت احادة المعني بالعمر على المصلحة الولئية للسرطة القاضائية من اجل استكمال البحث والتحري تحت اشراف النيابة العامة المختصة اشتركوا في القناة